واحدة من أهم الأدوات جماعة اللي المفروض تكون على كل جهاز كمبيوتر خاص بنا هي الأداء المشروحة في هذا الفيديو واللي هتسهل على حضراتكم أشياء كتيرة جدا جدا خاصة عند تحميل الصور وكل التفاصيل بإذن الله الخاصة بهذه الأداء الكنزة حرفيا سوف أوضحها لحضراتكم بالتفاصيل الكامل في هذا الفيديو ولكن أولا يا جماعة خلينا أقول لكم أهلا بكم في قناة انفولوجي التعليمية أنا محمد حامد تابعوني طيب يا جماعة مبدئيا كده أوعدوني أن لو حضراتكم وجدتم هذه الأداء المشروحة في هذا الفيديو هي أداء مهمة جدا جدا وهتوفر على حضراتكم وقت كتير جدا خاصة عند تحميل وحفظ الصور من الإنترنت فإوعدوني بالاشتراك في هذه القناة حتى نستمر في تقديم كل ما هو هادف وكل ما هو نافع لكل ربوع الوطن العربي ونكمل على بركة إلا أول خطوة نبدأ نعملها مع بعض يا جماعة عشان نوصل للأداء الكنزة حرفيا المشروحة في هذا الفيديو إن احنا بنيجي نفتح المتصفح الموجود عندنا على جهاز الكمبيوتر ونيجي في مرمبح الكتابة ده يا جماعة ونكتب كلمة كروم وبستور كما تراونا الآن وبعدين أضغط على مفتاح إنتر من الكيبورد وأخذ الهايبر لينك الأول فبيفتح معي الماتجر الرئيسي لشركة جوجل بنيجي في مرمبح الكتابة ده ونكتب كلمة زي ما حضراتكم شايفين كده وبعدين أضغط على مفتاح إنتر من الكيبورد فبيجي يا جماعة ثلاث خيارات الخيار الأول والخيار الثاني والخيار الثالث وده طبعا الخيار الثالث هو ده الاختيار الصحيح وهي ده الأداء المشروحة في هذا الفيديو وإن شاء الله هترك لحضراتكم رابط هذه الأداء في صندوق الوصف بإذن الله تعالى أبدأ أضيفة ليه المتصفح اللي عندي وبعدين من هنا فبكده يا جماعة تم إضافة الإضافة ديت ليه المتصفح أجي على الأداء الخاصة بالإضافات اللي موجودة عندي وأضغط على الدبوس الصغير ده بحيث يتم يعني ظهور الأداء عندي فيه شريط الإضافات يعني على طول دون إن أنا كل مرة أجي هنا وبعدين أضغط على الأداء ممتز جداً طيب كيف بقى الأداء ديت هتفيدنا وكيف إن هي هتنفعنا إن شاء الله خلينا نروح للمتصفح بتاعنا مرة تانية وبعدين هنه هبدأ أكتبين يا جماعة كده أي موقع هكتب مثلاً أهلي أسي وهو موقع النادي الأهلي المصري وابدأ أنقر على الموقع الرسمي ليه النادي الأهلي كما تراهبنا الآن وزي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة الموقع ده مليان صور يعني ممتلق بالصور طبعاً الطريقة السهلة والبسيطة واللي كلنا عارفنا إن إحنا نيجي على أي صورة راية كليك وبعدين سيف امج أزمن هنا وبعد كده أحدد مكان حفظ الصورة وبعدين أضغط على كلمة سيف وكده تم حفظ الصورة طيب إيه بقى الفرق بين الطريقة ديت والأداء اللي إحنا لسه ضايفينها ليه المتصفح شوفوا معايا يا جماعة أول ما بنقر على الأداء ديت بتديني مستين مهمين جداً أول ميزة إن هي بتجيب لكل الصور اللي موجودة في نفس الصفحة اللي نفتحها بأعلى جودة ممكنة شوفوا يا جماعة جودة الصورة ديت وشوفوا جودة الصور هنا يعني فرق شاسع بين جودة الصورة هنا وجودة الصورة هنا ممتز جداً ده أول شيء ثاني شيء إن انت ممكن تحمل صورة منفردة كما تراونا الآن يعني لو ضغطت على الصورة ديت كده ببساطة بكل بساطة تم تحميل الصورة طب لو حابب أحمل كل الصور ضفعة واحدة أجي فوق أضغط على كلمة select all من هنا تحديد الكل وبعدين أضغط على كلمة download 49 images يعني هي حمل لنا 49 صورة أنقر عليهم كده وبعد كده أضغط على كلمة download شوف اللي يحصل معي كده يا جماعة شوف الصور شوف الصور يعني الصور 49 صورة بيتم تحملهم كما تراونا الآن تلقائياً بنقرة زر واحدة طيب هل هي ديت الإضافات أو المميزات اللي بتعطيهاني الأداة ديت لا لسه في ميزة ودي ميزة مهمة جداً وتعتبر أهم ميزة في هذه الأداة خلينا نروح مثلاً على موقع تاني كالموقع ده مثلاً ولو حبينا إن إحنا نحمل الصورة دي شوفوا بقى معايا جماعة لإن مش كل الصور قابلة للتعمل شوف لما باجي أنقر write click على الصورة عشان أتبع الطريقة التقليدية مفيش الoption اللي اسمه save image as مش موجودة عندي هنا في القيمة المختصرة طيب أعمل إيه بقى شوفوا بقى الأداة السحرية بتعمل إيه أجي أنقر على الأداة السحرية بتجيب للصورة يا جماعة بدك عالية جداً جداً والصورة كاملة كمان يعني الصورة كاملة حتى لو إنت استعملت يعني اللي هي أداة القصاصة لاحظ إن الخلفية هنا يعني مغبشة أو غامضة مش واضحة أو إنما باستعمال الأداة اللي عندنا بتجيب لك الخلفية يعني واضحة قليلاً ويتضك عليها جداً وكل شيء وتقدر أيضاً أن إنت تحمل كل الصور اللي موجودة في هذا الموقع بنقرد زر واحدة وبكده يا جماعة أكون يعني قدمت لحضراتكم الأداة السهلة دي اللي بتقدم لكم حلول خاصة للصور الغير قابلة للتحميل كالصورة دي كده وبكده يا جماعة أكون وصلت إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى من الله عز وجل إن أنا أكون قد كفيت ووفيت وأتمنى أيضاً من الله عز وجل إن أنا أكون قد سهمت في نشر معلومة هادفة نافعة أؤجر عليها دنيا وآخرة بكل حب وتقدير واحترام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته